بسكوت التفاح من الوصفات السهلة والبسيطة مكوناعة متوفرة في البيت شغلها ابدا ما بيغلب وطعمها جدا جاهي تابوها معاي خطوة بخطوة في البداية هون رح نحتاج اربع حبات من التفاح الافضل انه تكون حبة التفاح شوي كبيرة لانه انا هون احتاجت الحبة الخامسة رح نحتاج القرفة بالاضافة الى ثلاث ملاق كبار من السكر البودرة وربع معلقة صغيرة من الفانيلا القرفة هون ذوق شخصي ممكن تحطو حد معلقة صغيرة او اقل حسب ما بتحبو نكهة القرفة مع التفاح قلبتهم بحطو الطنجرة على الغاز الغاز في البداية رح يكون عندي على العالي بنستمر في التقليب حتى تنزل عندي ميت التفاح ولما يقرب عندي التفاح يستوي بوط الغاز وبنزل جوز عن الجمل انا هون استخدمت اكثر من نصف كاس من جوز عن الجمل بقلبهم مع بعض على نار واطية ولما تنشف عندي ميت التفاح بطفي الغاز وبتركهم على جنب حتى يبردوا عندي تماما الخطوة البعدي هون رح نحضر للعجينة رح نحتاج 200 جرام من الزبدة الزبدة هون انا استخدمت اسبعين من الزبدة وزن كل اسبع عندي يساوي 100 جرام الزبدة لازم تكون عندنا لينة بدرجة حرارة المطبخ رح نحتاج 3 ربال كاس من السكر البودرة و50 ميل من الزيت النباتي مجموعة دهنة لان استخدمت بالوصفة يساوي عندي 250 ميل بقلبهم كثير منيح مع بعض سكر البودرة ممكن تستخدموا 1 كاس من سكر البودرة لان حلاوتها حسيتها جدا خفيفة رح نحتاج كمان هون ثلاث ملاقي كبار من اللبن الزبادي بالاضافة الى نصف معلقة من الفانيلا بقلبهم هيك عندي الخليط ممتاز هلو هون رح انزل الطحين في البداية رح نحتاج كاس من الطحين ولازم ندخل الطحين ورح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة من الباكينج بودر ان هون استخدمت معلقتين صغار وربع معلقة صغيرة من الملح هون رح اخلطهم بالمشبك في البداية حتي يذوب عندي الطحين تماما بعدها هون رح انزل بقية الطحين رح نحتاج طبعا هون استخدمت بالوصفة ثلاث كاسات ونص من الطحين في البداية انتو بتحطوه ثلاث كاسات النص الكاس بتحطوه حسب حاجة العجينة لانو نوع الطحين عن الثاني بيختلف هل هون رح الم العجينة في ايدي ولازم ما تعجنوها كثير في البداية من لمها وبعديها منكبسها بهاي الطريقة اهم شي قوام العجينة انها تكون معكم ما بتلزق وماسكة وهيك عندي قوام العجينة ممتاز هل هون رح اتركها ترتاح مدة ربع ساعة بايام الشطوية بتتركوها ترتاح برا الثلاجة وبايام الصيف بتتركوها ترتاح جوة الثلاجة هون رح اخذ نص المقدار رح طبعا بنشتغل بالنص ونترك النص الثاني هيك بكون اسهل الشغل بنفردها انا هون استخدمت ورق الزبدة في حال مش متوفر ممكن ترشو على العجينة كمية بسيطة من الطحين بحاول امدها هيك عندي ممتازة هلا هون رح اقطحها رح استخدم القطعة في حال مش متوفرة ممكن تستخدموا اي كاس انتو بتكم اياه بالحجم الانتو بتكم اياه بس ما تكبروها كثير يعني يكون عندكم الحجم الكاس شوي صغير بشيل العجين الزايد وبرجع بلمو وبتركو على جنب حتى استخدمو مرة ثانية ما شاء الله العجينة جدا رائعة هلو هون رح اخذ كل قطعة عجين ورح ارجع افردها بهاي الطريقة الافضل انها تكون معكم القطعة رفيعة لانه العجينة فيها الباكينج باودر اثناء الخبز رح تنفش معكم فالافضل انها تكون معكم شوي رفيعة حتى تكون نفشتها نعمة بالفرن بنوزع الحشوة وكونوا كريمين في الحشوة لانه طعمها رح يكون هو الظاهر اكثر شي هيك عندي طبعا بخلص الكمية وببلش اسكر فيهم لازم تسكروهم كثير منيح لانه اذا الحبات ما كانت مسكرة رح تفتح معكم اثناء الخبز هون بشتغل كل الكمية الكمية عملت عندي تقريبا صينيتين من الصينية الان استخدمتها طبعا انا هون اشتغلت صينية دخلت الثلاجة بلشت اشتغل بالصينية الثانية الافضل انها تكون عنا الصينية باردة قبل ما ندخلها الفرن وزي ما احكيت لكم لازم نسكرها كثير منيح الحبات اللي ما سكرتم منيح معي شوي فتحوا الفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 170 الافضل انه يكون درجة حرارة الفرن شوي واطية حتى انها تستوي معنا وتاخد لون تحميرها ضحبي رح احكي عن الشواية هون انا شغلتها مدة دقيقتين بس حتى اخذت لون تحميرها ناعم من فوق اول ما نطلحها من الفرن بنرش عليها السكر البودرة اذا حبيت ترشوا كمان مع السكر البودرة قرفة اكيد ممكن ما شاء الله بتحسوا طعمها مثل البتفور اللبن الزبادي بيعطيها طراوة وما شاء الله الطعم جد رائع بتمنى كثير انكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها واذا عجبتكم الوصفة وعجمكم الفيديو وما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة